عم بيكون في حظ عم بيكون في مال يمكن كار ما عم تتحقق كرت جدا رائع يعني هدا اروع كرت ممكن يطلع لك خلينا نشوف على شو نختار ورق لانه كنتو حابين انه او في حدا بعكلي انه غيري الورق او حاولي انه تستعملي الورق تاني ما بعرف ليش انا كنت استعمل هداك الورق عشان انتو تكونوا معي بالصورة عشان يعني تفهموا معاي لانه خلص تعودنا على هداك الورق القراءات الخاصة بستعمل الورق تاني اللي يعني بيكون صعب انكم تتواصلوا معاي في ايه خلينا نشوف ازا لبرج الحوت ايش نخبي لك يا برج الحوت الطيب برج الحوت بيضله يعني يفكر بعقله بعقله بالاخير ياخد القرار بقلبه هو عنده اتنين شغالين بس ما بعرف هو هو شخص كتير رومانسي طبعا بنت الحوت مختلفة عن بنت عن شب الحوت تقريبا عم بيكون كل الابراج البنت عم تختلف عن الشب في رأيي انا الجوزاء هو الوحيد اللي الجوزاء بنت وشب نفس نفس الصفات فممكن يكونوا مناسبين لبعض اه ما بعدين بنشوف شوي على الاطفة برج الحوت عم بتكون طيب الزيادة هاي الفترة عم بتحاول توازن ما بين الروح ما بين الثلاثي يعني ما بين الثلاث بقولوله ولا اللي هو بين الروح والجسم والشوفو هون هون مبين يا برج الحوت انك عم تلعب متل لعبة مع ناس عم يلعبوا اساسا معاك متل عم تاخدهم على قد عائلهم عم تحاول تمسك عليهم ممسك هم نفس اللعبة عم يلعبوا معاك انا ما بحكي على بشكل عام يعني انتو بتعرفوا السيناريو اللي بناسبكم ولكن انت داخل في لعبة انت كأنه ساعة بتنتصر ساعة بتخسر والطرف الثاني نفس الشي ولكن انا شايفة الاكتر نصر عندك انت يعني في النهاية انت اللي رح تنتصر يعني هاي اللعبة ما رح تدون طويلة مش عارفة شو هاي اللعبة انت اللي بتعرف قصتها بس آآ شايفة هون انه من شايفة انه في عائق قدام موضوع انت بدك اياه بدك تحققه اكتر اشي ممكن يكون عملي او يعني له علاقة في المال والعمل موضوع ممكن تسافر له نبين في عندك يعني اكتر يعني البعض خلينا نقول في عندهم سفر على عمل او سفريات اللي هي رايح جاي على عمل في كمان بيقول لك انه ممكن تلتقي بشريك حياتك للي ما عندهم شريك حياة في واحدة من هدول السفرات لكن في عائق قدامكم قدامك انت يعني مش في العلاقة لا انا شايف العلاقة ماشي منيح بالنسبة للعزاب انا ما بحكي ما بحكي للفئات الثانية العزاب طبعا هم الغير متزوجين او مطلقين او ارامل اه فشايفة انه هذا العائق رايح مش يعني مش ضايل هذا العائق اه كمان هون طلع عنا ممكن يكون طرف ثالث ما بعرف بس انه هذا العائق رح ينشال وانت رح تكمل طريقك وطريقك طويلة ولكن ممتعة يعني كأنك انت بتحب الاشي اللي بتعمله كعمل كا بتحب الاشي اللي بتعمله ما ما عم تشتغل اشي غصبا عنك يا حوت عم بتعمل الاشي اللي انت او بتسعى للاشي اللي انت بتحبه في ولادة يعني في ناس عندهم اساسا ولادة هذا الشهر او حمل حتى اه وفي منهم لأ بداية جديدة لمشروع بداية لشغل انتقال من عمل لعمل انتقال من مسكن لمسكن فرح تحق بهذا الموضوع توازن زي اللي اشي كان ناقصك وخلص بطل ناقصك او وصلك شي كنت استناء وصلك شايفي هون قلتلكم هون في موضوع عم بيكون في عائق فعم بشوفك انت والشريك مهما كان الشريك يعني عم بتحاولوا تبعدوا او تطلقوا طاقة الطاقات السلبية اللي كانت حواليكم عم بتكونوا يعني انضاف مع بعض مش انه انضاف يعني عم بتكونوا على على ثقة كل واحد على ثقة بالتاني بالمستقبل عم بشوف هون بيت يعني صح مكركب شوي بس اه كمان مش بس بيت هون ممكن يكون تفسيره الكرت شوف انت عايش بين عالمين ممكن تكون عايش بين عالمين اه عالم وهمي خيالي اه طبعا احنا بنعرف انه كمان برج الحوت حالم يعني كتير بيحب التخيل كتير بيحب وبتزبط معاه يعني احيانا اللي بتخيله بيصير حقيقة عن جد فكتير حالم كتير يعني بيحب الحياة الابيض والاسود بيحب ايام زمان بيحب الاغاني الاديمة مسلا اه عنده صور هيك وردية لكل شي في مخ عنده دايما نظرة معينة خلينا نقول مش وهم يعني بتشبه الوهم او كزا وفي عنده الواقع اللي هو عايشه فعم بعيش دائما بين عالمين شيفو هنا عم بيكون في عنده عالمين في حياته لكن بشوفه هون عم هدول كتير مرتبطين في بعض عم بيكون عنده توازن اه كبير بيحكيه لك هون الرغبة الحكمة والعائل هدول الثلاث اللي هما رح يكونوا يسببوا لك النجاح بالفترة الجاي او يسببوا لك النجاح ممكن حلو النجاح والنجاح على نفس المهم اه في هذا الكرت انا بشوفك كتير بالناس يعني بشوف في ناس كتير عم بتكمل دراستها من برج الحوت عم يمكن بتدور منها كله ماشي على النجاح انا حاسة اه من الورقة بيّن انه انت فعلا عم تبدو الجهد كبير في هذا الموضوع ورح تلاقي نتيجة حلوة اذا هذا كان بشكل عام خلينا نشوف نلقي نظراع العاطفة مش عارفة شو نستعمل بالعاطفة بنحش الورق هذا اللي استعملنا الطيب بالعاطفة يا برج الحوت شو ممكن يبين معانا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة برج الحوت اشتركوا في القناة برج الحوت بعدين تمانية تمانية في تطور روحاني عندك وعلى جميع المجالات الحياة عم تكون مش بس عالعاطفة لكن احنا هون مركزين عالعاطفة فتحنا عالعاطفة وكارما يعني لا منيح برج الحوت برج الحوت والدلو طلعو ناح الحمد لله طيب اه في هذا الموضوع انا بشوف انه شوف يا برج الحوت ما عم يطلع اه اوكي هاي طلع اه في عندك تدرج في الموضوع شوف انت والحبيب كان بناتكم تجريح كان بناتكم اللي هو معركة مثل معركة خلينا نقول يمكن المعركة اللي قلنا عنها قبل شوي اللعبة اللي قلنا عنها قبل شوي اه هاي المعركة كانت يعني عن جد اسلحة كبيرة عن جد كانت انه كتير عصبته على بعض يمكن مشاكل كانت كبيرة مش شوي ولكن هاي المشاكل اه خلينا نقول يعني بدافع الحب هاي كلها رح تنقلب لحب لمثل ما انتو شايفين الكبسة دولا اه بيعبروا عن الحب يعني كل هاياتهم بعدين يعني حتى الرقم جدا حلو فعم بشوف انه الحرب بتكون اول اشي عن جد حرب بناتكم عن جد اه خير مثل مجاكرة بناتكم مثل ما بعرف اخدوا عطا بطريقة اسية بطريقة مش حلوة ولكن هادا كله بيقلب لحب بيقولوا ما في بعد الاش ما في مش عارفة ما في بعد الحب الا العداوي ما في حب الا من بعد عداوي او العكس ما بعرف يعني فهيكا معنا اه هلا مبين انه نفس الشي قلنا تمانية تمانية اه فا شايفيتك انت الحلم بالنسبة للطرف التاني مع انه مش مبين مع انه عم يعني عم بيوصل لك اخبار غلط ولكنك انت الحلم تبعه انت اه متل فارس احلامه او فتاة احلامه اه عم بيشوفك بالحلم بطريقة يعني خيالية عم بيتخيلك كزوج او زوجة ما عم بتخيلك يعني اشي عابر او كذا وعم بيشوف هذا الاشي بتحقق هذا الاشي يعني بلف بلف وبتحقق شايفي انك عم التواصل الروحاني عم بيكون كتير عالي بينك وبين الشريك يعني اه انت مش بحاجة انك تعمل التخاطر اللي هو طريقة التخاطر انت بس طمض ريونك وتتخيل الموضوع بيوصله او مجرد ما انت تفكر الطرف التاني بيفكتر فيك والعكس صحيح بالقراءات العاطفية بتكون عكسية عادي لانه عامة شايفي انه الطرف التاني رح يصبر 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 لكن مرة واحدة رح يكون فياري ناري مرة واحدة رح خلص ينهي هاي اللعبة يزهق منها ويروح لعندك لكن هذا انا بقول لك هذا مش بهاي الفترة ممكن تكون بعديها باسابيع او بعديها بايام ممكن بعديها بست ايام وست اشهر لا حرام مش ست اشهر يعني المهم بشوف هون الحب كيف بتطور الحب عم بيكون اول شي من سبعة لتمانية يعني اللي هو صغير لكبير عم يكبر الحب بناتكم انتم مفكرين باوقات البعد عم تنسوا بعض انتم باوقات البعد عم بتحبوا بعض اكتر بالنسبة للطاقات عم بتكون اه هوائية مائية ونارية طبعا عادي جدا اللي برجه ما بيين او كزا يعني هاي بتصفي طاقات بس اه طيب حباي بنشوف ازا في نصيحة شو ممكن تكون هاي النصيحة لبرج الحوت لا اه كرتين طلع لك اوكي شوف واحد عادي واحد مقلوب خلينا نشوف ايش همه اه بيقولوا لك انك شوي مش عامل كنترول حاليا على حياتك ما بحكي عن العاطف يعني ممكن اي اي مجال في حياتك ما عم تقدر تعمل توازن كنترول فبيقول لك اعمل كنترول على حياتك انت شوف موجود هون في هذا القارب وين مشي القارب بيمشي ما عندك مشكلة يعني الظروف هي اللي عم تمشيك بيقول لك انت حرك الظروف اللي حواليك مش العكس اه هون شو كان هذا الكرت هون ياريتو ايجا يعني مقلوب كان احسن المعنى بيقول لك هنا انه في اشخاص يمكن هدول الاشخاص عم بيوصلو لك امور مش صحيحة وعم تنشي عليك عم تمشي مع عليك الكزبة او اله لكن هذا مش الشريك هدول اكتر هدول اشخاص عم بيوصلو لك كلام اه مش صحيح يمكن يكونوا نصابين يمكن ما بعرف بس انه طلع لك الكرت مقلوب حبايبي برج الحوت فاتمنى انه هذا الشهر يكون ايجابي حلو اه تحققوا فيه شوي من امنياتكم اه بشوفكم حبايبي بالقراءة الجاي مع السلامة اه بشوفكم حبايبي بالقراءة الجاي مع السلامة いただقوي برج جزء الاشخاص اشتراك في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة